يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم نداء الإيمان نستعرض فيه النداءات الربانية والنداءات القرآنية لأهل الإيمان فنرعيها الأسماع فإنه خير نؤمر به أو شر ننهى عنه في هذه الحلقة سنتحدث عن آية من سورة المائدة وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم في هذا النداء الرباني يبين الله تبارك وتعالى لأوليائه المؤمنين أنه سيختبرهم سيمتحنهم وكما قال الإمام السعدي رحمه الله قال هذا من من لله على عباده أن أخبرهم بما سيفعلوا بهم قضاء وقدراء من أجل أن يستعدوا له ويتأهبوا فيطيعوه ويقدموا على بصيرة ويهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله هناك هذه اللملة التأكيد لا يبلونكم تأكيد على أن الله سيبتلي عباده والابتلاء اختبار وامتحان وتمحيص في هذه الحياة الدنيا بالأقدار والقضاء وبالأوامر الشرعية وبالنواهي وبالأخبار التي في كتاب الله كل هذه اختبارات وامتحانات من الله عز وجل يبتلينا فالأخبار حقها التصديق واليقين والأوامر سرعة الاستجابة والتنفيذ والفعل والنواهي الابتعاد والانتهاء وقدر الله وقضاءه في الأنفس والأموال والأهل والأولاد حقه الصبر والرضا والرضا أكمل وأعلى إذن ليبلونكم الله بشيء وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه تلطف بهم وما حملهم ما لا يطيقون وإنما يمتحنهم محنة يسيرة ثم من تخفيفه ولطفه بهم أن يعقبها أجر عظيم وثواب جزيل ليبلونكم الله بشيء من الصيد صيد مباح ليأكل منه الإنسان وهم كانوا محرمين في عمرة الحديبية وهذا الصيد قال تناله أيديكم ورماحكم ميسور سهل الوصول له ما هو صعب شيء ممكن بالأيدي شيء يمكن بالرماح فقريب سهل الوصول إليه وأنتم أحوج ما تكونون إليه ومع ذلك حرم هذا الصيد على هذا المحرم ففي هذا بهذا التكليف وبهذا التشريع اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى لعباده بهذا الصيد الذي أصبح سهل الوصول إليه والنفس تميل إليه بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال الله ليعلم الله من يخافه بالغير إذن هناك حكمة من هذا الابتلا وهو تحقق علم الله الظاهر لعباده الذي ينبني عليه الثواب والعقاب الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وهو العليم الخبير طيب ليعلم الله طيب هو يعلم سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد ولا يعاقبهم لما يعلمه عنهم وإنما لما يصدر منهم وهذا من رحمته وعدله تبارك وتعالى له الحمد سبحانه وبحمده فلا يعاقبك ولا يحاسبك إلا بما يصدر عنك سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب الذي خاف الله ويرتدع عن حدود الله ومحارم الله عز وجل في الجهر والعلانية والسر والخفاء ويعلم الصادق من الكاذب ربما نحن أمام الناس متقين نبتعد عن الحرام وعن الحدود لكن إذا خل الإنسان وتمكن من هذه الذنوب والمعاصي والآثام والحرمات وأصبحت سالة ميسورة يسهل الوصول إليها بضغطة زر تستطيع أن تصل في أي لحظة ولا يعلم بك أحد إلا الله سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب إذا غاب عنك الناس ولم يبقى إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى ليعلم الله علما يترتب عليه الثواب والعقاب من يخافه بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير يغفر الله ذنوبه ويسترها وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ من في الآخرة يتدقروا له سبحانه وتعالى من هم؟ الذين يخشون ويخافون ربهم بالغيب حيث لا يراهم أحد إلا الله تبارك وتعالى وأنا أقول في عصرنا هذا إخواني وأخواتي يمكن للإنسان أن يسلك سبيل هؤلاء الصالحين وهؤلاء المؤمنين وهؤلاء الذين يخافون الله بالغيب فيعلم الله منهم صدقا وأنهم يتركون ما سهل الوصول إليه فهم لا يتعبون في الوصول إلى هذا المحرم وإنما سهل الوصول إليه ومع ذلك وربما أن هذا الحرام وهذا الصيد يتحرش بهم وهو الذي يدعوهم وهو الذي يقول لهم هيت لك ولكن المؤمن يقول معاذ الله معاذ الله يعتصم بالله سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب وفاز الصحابة رضي الله عنهم ونجحوا في هذا الاختبار وفي هذا الامتحان وفي هذا الابتلاك كما نجحوا في غيره لتوفيق الله عز وجل لهم وأيضا لصدكهم ويقينهم ومراقبتهم للمولى تبارك وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب طيب فمن اعتدى بعد ذلك بعد هذا البيان وبعد هذا الوضوح من بيان حدود الله ومحارم الله وبيان أننا مختبرون ممتحنون في هذه الحياة بهذه الأوامر وبهذه النواهي وبهذا القضاء وبهذا القدر وبهذا التشريع طيب فمن اعتدى بعد ذلك تجاوز هذا الحد اعتدى على هذه الحرمات ترك هذا الأمر وقع في هذا النهي قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم هذا وعيد وتهديد رهيب موجع فله عذاب أليم يعني فعيل على وزن على وزن فعيل بمعنى مؤلم موجع شدة الوجع من هذا من هذا العذاب نسأل الله السلام والعافية ففي هذا التوجيه لنا أيها الإخوة والأخوات ولأهل الإيمان أن هذه الامتحانات وهذه الابتلاءات وهذه الاختبارات هي ليعلم الله تبارك وتعالى علما ينبني عليه الثواب والعقاب صدق إيماننا ونجاحنا في هذه الابتلاءات وفي هذه الامتحانات وفي هذه الاختبارات أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى وممن يخاف ربه بالغيب والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين